خبطة كيف تقرأ نتائج هذا المشهد تحية لكم ولمشاهدين الله ما هي أستاذي العزيز أولا يعني أرجو أن تبعدني عن موضوع السفارة الأمريكية واليونامي أترك إلى أمريكي لا 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 ما معنا علاقة نتحدث بالتطورات الأحداث اللي لهم أمام مجلس القضاء نعم مو فقط خل وضح لك هذولة شنو شغلتهم هذولة شغلتهم أولا متفرجين ثاني شي هم أساس البلاء اللي صار على العراق اللي هسه احنا دا نشوفه هم أساسه ثانيا ترى ما لهم أي تأثير على الوضع الداخلي لا تتصور بأنه نعم يجوز بالخارج يأثرون بس الأمن والأمم المتحدة يأثرون لكن هنا هم فقط مجرد من أجل أن تكمل تقاريرهم اللي راح يقدموها شهر اللقل الأمم المتحدة أما غير شي فلا تعول عليهم نهائيا ولا تدخلهم ضمن خطط أو أفكارنا تشغل أفكارنا بهم لأنه عبارة عن مجموعة من الكاذبين عبارة عن مجموعة من المدمرين لهذا البلد وهم أساس الخراب فأساسا من البداية يعني لأن هذا الموضوع جدا يزعجني يعني والله من أسماء الأمم المتحدة والسفار الأمريكية وغيرها لأن أعرف كل كذب كل كذب وما راح يقدمونا أي شيء للعلم والاطلاع لا بل هم ينتظرون متى يصبح الصدام من أجل أن يعني هذا هو خلص يمكن هاي وحدة من أهدافهم فلذلك هذا الموضوع أني أزعج مننا خلنا نتكلم بوضعنا الداخلي ومصايبنا اللي مصيبة ورا مصيبة وما نعرف وين رايحين إحنا وين رايحين اليوم أسأل أسأل واحد من القيادات المهمة في أحدى أقول له وين رايحين يقول له الله العالم الله العالم طبعا الله العالم لا أنت تعرف ولا غيرك يعرف ولا أي واحد يعرف زين هذا وضعك هذا وضع البلد مالتك هاي البرلمان وكأنه البرلمان مقدس ما يصير نحله هذا شون ينحل هذا البرلمان وعلى أساس هم الشعب كله طلع مية بالمية دا ينتقب وجابوا ذوله 329 واحد خاصرونه ب60 مليار دينار لحد الآن واجتماعاتهم وحماياتهم وكل واحد 16 حماية وحلوا لهالبرلمان حلوه ما تقول لي شنه يعني شنه الكارثة الموجودة لا لا تشكل حكومة ونجيب حكومة وهاي الحكومة لازم تختار الوزراء ونجيب وزراء وفت شهر شهرين هاي حلول عقيمة وهاي العملية السياسية أصبحت والله يعني ما أدى تكلم كلام تدري أوامر القبض أوامر القبض ومدري هذه حاضرة هسه ياهو اللي يتكلم شوي زائد أمر القبض علي فلذلك هاي عملية سياسية فاشلة تماما اشتركوا في القناة